استقر يهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي على الدفع بالغانية وأنور في خط الهجوم في تشكيل الدرويش أمام فريق فاركو المقرر لها الأحد المقبل على السادة الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدور المصري ويأتي ذلك القرار بعد تألق المهاجم الغاني في المباراة الماضية والفاعلية التي يقود بها الهجوم خاصة في مواجهة الأهل الذي سجل خلاله هدف الدرويش الوحيد والتي انتهت بخسارة الفريق بسلسة أهداف مقابل هدف ويسعى إهاب جلال لاستغلال سرعاتي وأنور والحالة المعنوية العالية التي يعيشها اللاعب في مواصلة التألق والتسجيل وقيادة الفريق لتحقيق الفوز في ظل تراجع مستوى باسم مرسي مهاجم الدرويش وابتعاد أبو بكر حمزة جمل عن المباراة للإصابة وحاجاته الوقت كافي لاستكمال فورماته وحرص إهاب جلال خلال الفترة الماضية على تدريب الفريق بشكل بدني قوي من أجل تنفيذ خطته بالانسحواز على القرى والتحول من الدفاع للهجوم وصرعة نقل القرى بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية على الأجناب وخاضر إسماعيلي مواجهة واحدة خلال فترة توقف الدول الماضية أمام نادي زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف وطمئن خلالها جماهيره على مستوى اللاعبين ترجمة نانسي قنقر